هذا الكم من المشاكل نستطيع ان احنا نحصل على دوري نستطيع ان احنا نكسب نستطيع ان احنا نصارع بعض الاندية اللي معلهاش اي ضغوط خالص ان احنا نقدر نجلب صفقات مهمة لنادي زمالك والادارة الصحة جماعة اللي انا عايز اوصله لكم كل الشخصيات في وسطنا الرياضي وفي كل الاندية لهم كل التقدير والاحترام يعني لكن انا ما بحبش فكرة ان النادي يجي نفسني على صراع على لاعب قد يكون مفيد لهذا النادي ومحتاجه وقد يكون هذا النادي مش مفيد ليه ولا محتاجه ولكن تحس ان هو صراع اشخاص وليس تنافس على شراء لاعب مهم لنادي على حساب نادي اخر يعني انا هتكلم متصراحة ان مازال مالك سعى للتعاقد مع عبدالله السعيد فهو بيتعاقد من افضل صانع العاب في مصر وافضل صانع العاب في القرى الافريقية في ذاك الوقت ورغم كبر سنه ما زال عبدالله السعيد واحد من ايقونات الكرة المصرية لفترة الاخيرة وهو اللعب الوحيد اعتقد اللي دخل نادي المئة كافضل الهدفين ومازال بيعطي ومازال متواجد في الدوري العام المصري يعني رمضان صبحي رمضان صبحي من اللعيبة المميزة جدا اللي استطاع بيراميز انه يحصل عليه من نادي انجليزي وليس من نادي الاهلي انه كان معار وكان قريد يتباع من النادي الاهلي وبالتالي رمضان صبحي برضو من اللعيبة المؤسرة نيجي لبعض اللعبين اللي بيحصل نوع من الصراع غير المفهوم عليهم يعني انا بوهاي لكم متاع الصراحة هناك في مصر ممكن نتكلم متاع الصراحة عشر لعيبة مثلا في مصر يعني هما لو حصل صراع ما بين الاندي يكون عليهم وبقيت اللعيبة مفيش لاعب استطيع من خلاله اقول ان ده يعني مارادونا ولا ميسي ولا لو جه يعني هيكسر الدنيا ولو جه هيكون ضامن مكانه ولو جه هيكون هو ايقونة النادي ولا ولا خالص انت بتحاول من خلال الدول المصري ان انت بعينك تختار بعض اللعيبة وتأمل ان هؤلاء اللعبين يكونوا اضافة للفريق واي ادارة سليمة اما بتيجي تبحث عن تكوين فريق فهو بيبحث عن الاماكن اللي نقصة فرقته وبيبحث عن بيحط رقم واحد في الديفندر ورقم اتنين ورقم تلاتة ورقم اربعة عشان بيسعى انه يجيب رقم واحد لو ما جابش رقم واحد يجيب رقم اتنين لو ما استطاعش انه يحصل على رقم اتنين يجيب رقم تلاتة وعايز اقولكم معظم اللعيبة المتميزة معظم اللعيبة الرائعة المتميزة اللي ممكن يعني يكون فيها نوع من الضمان بيلعبوا في الاهلي بيلعبوا في بيراميز بيلعبوا في الزمالك في الاندية بيلعبوا في منتخب مصر فالموضوع ان انت تتعاقد معاهم موضوع مش سهل بيحصل التنافس على ايه؟ منتقى الصراحة يحصل التنافس على لعيبة بتلعب في امبي على لعيبة بتلعب في طلاق الجيش على لعيبة بتلعب في المحلة على لعيبة بتلعب في الاسماعيلي والاتحاد وبيكون شيء تبادلي يعني منفعة متبادلة على لعيبة بتلعب في اندية لا تسعى للتنافس او الفوز بالطولة هي دايما بتسعى للبقاء في الدورة الممتاز وبعض الاندية بتسعى للاستثمار يعني اجيب لعيب من الدورة الدرجة الاولى أععد نجمه وبيعه بالملايين أجيب لعيب من أفريقيا زي مثلا جون إيبوكا في النادي إمبي أععد نجمه واللعيب بيقعد يسبت ذاته وأنا أجيبه بمئة ألف دولار أبيعه بعدها بسنتين بعشر مليون ولا اتنشر مليون ولا خمستاشر مليون على حسب الأنداء المتطلباتها والأنداء دي بيبقى عندها نوع من الطمع في الأنداء الكبيرة خلاص ما هو بيشوفه الأنداء الكبيرة وده قد يكون طمع محمود يعني مش طمع مش محمود لأ طمع محمود إنه شايف لعيبة بتيجي من أفريقيا يقولك اللي جاي من الدوري الإنجليزي بثلاثة مليون دولار واللي جاي معرفش من الدوري إيه بالفرنسي درجة التانية بثلاثة مليون دولار واللي جاي معرفش من نادي إيه أرقام خزعبلية تتخض والأرقام دي رغم شوف يا جماعة كمية الفلوس اللي بتدفع دي تلاقوا اللاعب ييجي النادي ولا يثبت ذاته يعني واحد مثلا جاي بستين مليون جنيه واحد بيتقاضى تلاتين مليون جنيه مثلا في السنة واحد بيتقاضى خمسة وعشرين مليون جنيه وتلاقي لعيب في الدوري المصري أكثر تأثيرا وبياخد اتنين تلاتة مليون جنيه في السنة يعني وده يدل على إن القصة يا جماعة مش قصة صراع على نجوم هو صراع أشخاص على مين ينتصر على التاني ومين الإدارة اللي عارف التخلص اللعيب دوت ودي ما اسمهاش إدارة الإدارة السليمة إن انت تختار اللعيبة اللي انت محتاجها واللي انت عايزها في فرقتك عشان تضيف لفرقتك وتكوين الفرقة مش أي حد يعمله جماعة أنا ما بجيه أجيب العيبة أنا عندي قوام لهذا الفريق قوام الفريق بيتكون من حراس مرمى دفاع بكات أطراف صناع لعب رؤوس حربة ديفندرات وبالتالي انت بتقول مثلا والله أنا عندي أحمد الساد زيزو مثلا أحمد الساد زيزو ده الوينج رايت الأساسي بتاعي فأنا محتاج واحد مثلا في حالة رحيل أنجم عودته للوداد شيكابالا بيلعب سعد جوه رحيل مصطفى فتحي معرفش إيه فأنا عايز واحد يلعب في المكان ده يكون يتنافس مع زيزو يعني يكون في نفس مستوى زيزو لو أقدر أو لو أقل سنة يستطيع أنه ينفسه أجي مثلا في منطقة تانية بدون ذكر أسماء مثلا عندي المكان ده اللعيب مش بيثبت ذاته بصورة كبيرة جدا فنادي الزمالك بيسعى بقى ساعتها أنه يجيب لعب أفضل بكتير من اللعب اللي بيلعب أساسي عنده أو أفضل بكتير من اللعب الأساسي واللي احتياطي فلازم يجيب لعب أفضل منهم فيقعد يبحث والعين تشوف وتصل لمراد نادي الزمالك من هذا المكان فعندنا مثلا أبو جبل قد يرحل فعندك محاولات أن مثلا صبح يرجع لو صبح ما رجعش بنية البيع تفضل عندك بسام في طلاع الجيش خيار ممتميز جدا عندك جنش لو يتم تفعيله عندك محمود جاء يعني بيبقى فيه خيارات مع وجود محمد عواد كحارس متواجد مع فريق نادي الزمالك وبالتالي تكوين الفريق مش موضوع سهل والعين اللي بتشوف مش أي عين خدوا بالكم هي للأسف احنا عندنا في مجال كرة القدم فلوس بتدفع في الأرض فيه فلوس بتدفع في الأرض فيه لعيبة لا تستحق مليون بيتدفع فيه عشرين مليون وفيه لعيبة بتكون نجوم في أندتها وتيجي تقعد على الدكة ما لهاش أي قيمة وبينتهي مشوارها خالص لمجرد أن اللاعب فكر غلط أو وكيله فكر غلط أو لمجرد أنه عايز يروح لنادي كبير فاسمه بينزل في سوق كرة القدم رغم انتقاله لنادي أكبر وممكن أديكم أمثلة كتيرة جدا للعيبة كانوا نجوم كبار جدا من ضمنهم مثلا كهرباء كهرباء كان في نادي كبير قرر أنه يعمل مشكلة ويروح نادي هو بيحبه ومتربي فيه هو النادي الأهلي راح للنادي عمل كم من المشاكل غير طبيعي ووصل به الحال اللي أنتوا شايفينه عندك مثلا لعيب زي حسام حسن لعيب سموح كان مقصر الدنيا وجاب جم من نص الملعب راح خلاص اندفن هناك وعندك أمثلة كتيرة بقى الأجانب مش عايز يعني أمثلة كتيرة الأجانب اتدفع فيهم ملايين الملايين والأسف اللي بيجي لك من دور الإنجليزي ولا يجي لك من دور الفرنسي ولا يجي لك من دور ما عرفش إيه هو اللي جاي من دور الإنجليزي ده واللي من دور الفرنسي ده جاي يلعب عندك ليه هو جاي يلعب عندك ليه وسايب أوروبا وسايب الكرة في أوروبا وبيلعب عندك ليه بيلعب عندك عشان انت الوحيد النادي اللي هتفعله الفلوس والصفقات دي بتكون صفقات فيها نوع من البروباجاندا يعني اللي هو الشو لكن على ارض الواقع الشو حينتهي لكن على ارض الواقع اللاعب ومستوى وامكانياته وقدراته واللي بيدين الفرقة هو اللي هيبان على مدار السيزون وعلى مدار السنة وفيه عين بتشوف كويس وفيه عين ما بتشوفش كويس